خلينا أقول لحضراتكم طبعاً إحنا بنقرب جداً من مطش المنتخب الوطني يهمنا من ناحية طبعاً المنتخب المصري يحسن فكرة تأهل للكاميرو عندنا مطشين وراء بعدة في خال 3 يام 14 و 17 ست نقاط مع توجو المنافس الرئيسي لنا في المجموعة كينيا وجزء القمر يمكن يكونوا نوعاً ما بعيد شوية وبالتالي المطشين اللي جايين في منتقى الأهمية لو المنتخب عمل فيهم سكور كويس على أقصى تقدير أو على أسوأ تقدير أربع نقاط على أحسن تقدير ست نقاط أعتقد أن احنا قطعنا شوط كبير جداً المنتخب الوطني بقيادة كابتن حسين بدري هيدخل النهاردة بقى معسكر هبتدي النهاردة معسكر مغلق في واحد من فنادق القاهرة عشان يستعد المطشين شعال 14 و 17 في التصفيات اللي بتأهل لكاس الأمم الأفريقية والفريق هيتدرب على استاذ القاهرة وبالمناسبة استاذ القاهرة هو الملعب اللي هيستضيف المباراة والحقيقة يمكن انتحاد الكرة في الإطار ده كان حصل على كل الموافقات الأمنية اللازمة والمنتخب كان حصل على راحل مدة 24 ساعة ويستقنف تدريباته إن شاء الله بإذن الله النهاردة طبعاً المفروض يوصل السلاسي محمود النني ومحمود تريزيجي وأحمد حسن كوكا لعبي منتخب مصر المحترفين طبعاً في أوروبا النهاردة بالليل القاهرة عشان ينضموا المعسكر منتخب مصر ووصل خلاص أحمد حجازي لعب اتحاد جدة السعودي خلال الساعات اللي فاتت ترجمة نانسي قنقر